لقد تحدثنا كثيرا عن العدسات المحدبة لذا هذا الفيديو سريع عن العدسات المقعرة حال الرغم من عدم وجود توافق مع العدسات المحدبة لذا تذكر العدسات المقعرة تحتوي على كلمة مقعر لذا دائما نتصور هناك نوع من الإنحناء للداخل إنه رسم مبالغ به نوعا ما لكن سنفهم الفكرة العامة هذه عدسة مقعرة هنا ولنرسم المحور الرئيسي إذن هذا هو المحور الرئيس لا يجب أن تكون منحنية عند الزاوية لنرسم مجددا إذن هذا المحور الرئيس له لنرسم نقاط البؤرتين لنرسم واحدة هنا في الجهة اليسرى ومن ثم مسافة مساوية لها عند البؤرة من الجهة اليمنى وأفترض أن كلا السطحين مقعر وهما متماثلين هنا مجرد افتراض الآن لنفكر ماذا يمكن أن يحدث إذا وضعنا جسمه في مكان ما في الجهة اليسرى من العدسة المقعرة إذن لنضعه هنا سأثبته هنا إذن كما في العادة سأخذ شععين لكن مع عدسة مقعرة إذن سنأخذ شععين الأول موازي للمحور الأساسي وثاني يسير ولا يتشتت إذن سيسير خلال مركز العدسة ولنفكر ماذا سيحدث إذن إذا سرنا بشكل موازي للمحور الرئيسي هذا سوف يحيد ويتشتت بعيدا بما أنه يسير بشكل موازي وسيتشتت بعيدا للخارج وهذا يبدو كما لو أنه قادم من المركز إذن سينحرف بشكل ما إذن يبدو كما لو أنه قادم من هذا المركز إذن هو عمليا ينحرف للخارج لنرسم نقطة أخرى أو شععين آخر وسأرسمه بالأصفر وهذا سيسير بشكل مستقيم خلال المركز للعدسة ولن يحيد إذن سيسير بشكل مستقيم خلال العدسة ولن يحيد أو ينحرف إذن كيف ستبدو الصورة هنا حسنا واضح أن هذين الشععين لن يلتقيا إذن لن نحصل على صورة حقيقية لكن كلهما سيبدوان كما لو أنهما ينحرفان عن الضوء هناك إذن انظر إلى المراقب هنا إذا كانت الأعين هنا يمكنني رسم الأنف لتوضيح أين هاي الأعين إذا كان المراقب ينظر من هذا الجانب سيرى صورة خيالية للصورة هنا في هذا المكان بهذا الشكل إذن عمليا سيرى صورة خيالية من صورة الجسم وهي ليست مقلوبة وستكون أصغر وستبدو كانها قريبة من العدسة أكثر مما هي عليه على أي حال هذا كل ما أردتك أن تعرفه وهو الفكرة الأساسية للعدسات المقهرة ترجمة نانسي قنقر